كل ده فتح أبواب لوظائف جديدة وبحسب التقارير أنه فيه خلال الكم سنة اللي جاية فيه وظائف هتنتهي وفيه وظائف جديدة هتظهر أهمية نحن نتعلم هذه الوظائف ومن خلال كلية الزكاء الاصطناعي إقبال الشباب على التعلم في هذه الكلية والأقسام بتاعتها كمان طيب، هو فيه مفهوم خاطئ شوية أو خطأ شائع أنه فيه وظائف تنتهي هي الفكرة أنه فيه وظائف بتتغير طريقة الشغل بتاعها مش بتنتهي عادي لحضرتك مثال صغير من 50-60 سنة لما ظهر الكالكوليتور هل ده معنى أن المحاسبين قعدوا في بيتهم أو بطلوا يشتغلون بقوا بيستخدموا الكالكوليتور كنوع من أنواع الحاجة اللي بتسهل شغلهم أكيد اللي كان متعود أنه يحسب ورع أو ألم يمكن وقرر أنه ما يوكبش التطور اللي حصل هو ده اللي اضطر يقعد في بيته خلينا وقايم برضو الشركة مثلا بدلت مكانتها تعتمد على 5-6 محاسبين عشان يعملوا عملية الحسابية بأيديهم مع انتشار الحزبة وتطورها في العمليات اللي بتأملها فهنعتمد على محاسب واحد فقط مهداء فاندم لو هو تطور هيبقى فيه شركات لو الأربعة دول تطوروا هيبقى فيه شركات أخرى هتبقى عايزاهم برضو فهي الفكرة كلها أنت بحتاج أنك أنت تطور من مهاراتك ومن إمكانيانك تخلق تسحة لفرص عمل أكبر يعني مختلفة يعني زي ما حدتك قلت تتطور فعلا فبالتالي بدل مكان المساحة أو القدرة العقلية والذهنية للحسابات بإنما نستخدم كالكوليتر فبقى إنا منستخدم ممكن ونطور القدرات الدينية والعقلية دي لإستخدامها في حاجات تانية أو مهام أوف مضبوط يا فاندم طيب ونحن نتكلم على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتكنولوجيا يعني ممكن حد يقول طب يعني أنا دلوقتي عايزة درس طب فأنا طب مفهود أنها هحتاج الذكاء الاصطناعي فهل فكرة أنه تعمم مواد متعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كل الجامعات في مختلف المجالات ده مهم يا دكتور؟ خليني أقول لخضرتك هو إحنا عندنا يمكن أزمة صغيرة محتاجين ناخد بالنا منها أكتر شوية هي أن لحد النهاردة تعليم الكمبيوتر والبرمجة يعتبر في المدارس قبل الجامعات حاجة مش مهمة بمعنى أصح مادة الكمبيوتر هي مادة لا بتدخل في مجموع ولا بتتحسب ولا يعني اللي بيدخل كلية حاسبات دركته في العربي أهم من دركته في الكمبيوتر يعني هو لو سائد في الكمبيوتر وجاب ما من ما في العربي هيدخل الجامعة عادي بس ممكن الوضع يختلف شوية يا دكتور يعني أظن المقاطع الوضع يختلف شوية ممكن على أيامنا إحنا زي محذيك بتقول كانت حصة الكمبيوتر حصة تكملية لكن دلوقتي أصلا ترد تربع الطلب وشغلهم على لابتوبس وايباد الفرق ما بين دراسة إن أنا أكون كومبيوتر يوزر وما بين ده أنا بدرس برمجة نفسها يعني أنا هقول لحضرتك الفيزياء والكيمياء والأحياء والعربي والحاجات اللي هي بتحدد مجموع الشخص اللي بتحدد وبعد كده هيخش جامعة إيه ولا لأ أو كده دي حاجات دخلة في المجموع نفسه لكن مادة الكمبيوتر بتعامل زي الألعاب والرياضة والحاجات الترفيهية الإضافية أنا مش بتكلم عن استخدام الكمبيوتر كآلة اللي هي بقى كلنا مضطرين نستخدمها أنا بتكلم عن دراسة البرمجة نفسها لحد النهاردة ومن وجهة نظري فكرة تأجيل دراسة البرمجة للجامعات مش القرار السليم أو المضبوط قوي لأن احنا محتاجين ندرس برمجة في سن أصغر من كده بكتير أنا ابتديت أتعلم وأنا في سنة ثالثة ابتدائي بس أنا ظروفي يمكن كانت كويسة يمكن بابايا الله رحمه كان مهندس اتصالات وكان عارف الموضوع من بدري وكان شايف المستقبل من ساعتها وفي التمانينات عشان يبقى واحد عنده كمبيوتر في البيت وحاجات زي كده ما كانتش حاجة سهلة بس فهو شايف ده من بدري وفتح لي الفرصة والفرصة ده فبقى قدامي فرصة أن أنا أتقدم وأن أنا أوصل لله أنا وصلت له إحنا محتاجين نساعد الناس أن هما يكون عندهم الفرصة دي وإحنا عندنا عقول متميزة في كل حتة وفي كل مكان نقدر نساعدهم أكتر ترجمة نانسي قنقر